السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و في حكاية جديدة و قبل ما نعطيكم حكايتي و تسمعوا الكلامي خليني نعطيكم سوابي عيدكم بروك و الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالخير و بالصحة و بالعافية و بشمات منيتون ان شاء الله و نتمنى انكم تكونوا ذو ستورمدان جيد و العيد حتى هو إيوه ما نطول عليكم و خليونا نبدأوا الحكاية و قبل ما نبدأوا لا بدنا نكبروا الشاشة و نطلقوا البشاشة و نحيدوا الغوباشة و نبقاوا حتى النهايات الفيديو بسم الله و السلام علي رسول الله كان يا مكان يا سدايا كرام في سالفي العصري و الأول و كان حتى كان الحباق السوسان في عجر النبي العدنان و حتى كان تلالا ستوت لمتوت الله يرحمها يوم تموت تدوز من عين البرا و تقول واسع عليها و تدوز من عين المخيط و تقول ضيق عليها و حتى كان الطاق و الطرطلاق و البرد المشحر على الوراق نشربوا أنا و هذا الريفاق كي يعودوا ناس زمان أنه في واحد المملكة كانت واحد الأميرة اسمتها ليلة و كانت جميلة و الجمال ديالها فتان و بالإضافة إلى الجمال ديالها كانت طيبة و حنونة و كانت محبوبة عند الجميع و كل شي كان يقدرها و يحترمها و كانوا عندها بزاف ديال الخادمات و من بنات هذه الخادمة كانت واحد الخادمة اسميتها زوليخة و هذه الخادمة زوليخة كانت جميلة و عندها حق من الزين و لكن كانت مغرورة و محسادة و حقودة لماذا؟ لأنها كانت دائما تقول باللي هي حسن من الأميرة و تستاهل أنها تكون في بلاستها و تستاهل حتى أكثر منها و الغريب هو أن هذه الخادمة زوليخة كانت هي المقربة للأميرة و كانت هي كاتمة الأسرار ديالها و كتعرف عليها كل شي و كتعود لها كل شي و ما كتخزن عليها حتى شي حاجة مع مرور الوقت الخادمة زوليخة من كترة الحقد اللي فيها و الغيرة اللي فيها و التي بغى تقلد الأميرة ليلة في أي حاجة و الغيرة اللي فيها الداخل كتاكل فيها كتر من ما كي يكل جرات الزراع و التي تبغى تقلدها في الكلام ديالها في المشياء ديالها في اللباس ديالها و احتف المشاعر و الأحاسيس ديالها و التي تتعامل بنفس الطريقة التي تتعامل بها الأميرة ليلة و هد شي كامل باش تلفت الأنظار و تقول حتى أنا زوينا و نستحق أكثر من الأميرة والمصيبة هي انها كانت فقيرة وهذا الشي كامل اللي كتدير باش تقلد الاميرة كانت يكلفها بزيف دي الفلوس الناس اللي كينين في القصر والخدم والحشم لاحظوا بان زوليخة ولا تكتقلد الاميرة في اي حاجة وكيبال لهم هالتصرف دي الزوليخة ماشي شي حاجة زوينة ولو كيشوفوا فيها بغرابة لانها بالغت بهالتصرف هذا وانسات بانها هي خادمة عند الاميرة واحد النهار الكبيرة دي الخدم عيطت عليها وجب ددلها ودنيها مزيان وقتلها هاد تصرف اللي كتديري غير لائق بالخادمات دي القصر والغرور والحقد والحسد ماشي شي حاجة مزيان وإلا بغيت تكوني زوينة وانيقة ماشي عيب ومن حقك ولكن ما تقارنيش راسك بالاميرة وما تحطيش راسك براسها حيث انتي خادمة عند الاميرة والفرق بينك وبينها كبير وكبير بزاف لانها هي نهارت زادت لقات في فمها مع القديل الدهب وانتي وليديك ناس فقراء وما عندهمش ومحتاجي لهذوك الفلوس اللي كتمشي تخسريهم وتشتري بهم الحويج وتشتري بهم المجوهارات باش تكوني بحالك بحال الامير وما تنسيش باللي ناس زمان قالوا لبس قدك ايواتيك زوليخة هاد الهضرة اللي قاتليها كبيرة الخدم ما عجبتهاش ودخلتليها من هنا وخرجتليها من هنا وسدت ودنيها وصمت على انها تكمل ذاك شي اللي بدات وعاد ما زادت فيه او اللي تكتعلق فين تفلق او اللي تكتتحاد مع الاميرة الاميرة تشريش فستان حتى هي تشريه الاميرة تشريش طوان قول لازوهقات حتى هي تشريهم واي حاجة كتديرها كتدير بحالها باش تولي كتشباه لها واللي حسن منها لكن مع مرور الوقت الفلوس اللي كتتاخد الخادمة زوليخة ما كفيناش باش تشري هذا الشي كامل اللي كتشري بحاله الاميرة وهذه كرة اميرة الفلوس غير مشتين عندها وانتي غير خادمة عند الاميرة والفلوس اللي كتتاخدي ما كافيناش باش تديري هذا الشي كامل وهنا زوليخة بدتك تفكر في شي طريقة باش تجيب بيها الفلوس باش تبقى غادة في هذك المستوى اللي ولا تبغى تمشي فيه وهنا يا سادة يا كرام هذه غدا تكون اول خطوة زوليخة في الطريق الغلط اللي قررت انها تمشي فيها الاميرة ليلى كانت عندها واحد البلاصة كتخزن فيها المجوهرات دياله وزوليخة كتعرف فين كتخبي الاميرة المجوهرات كاملين دياله لانها كانت هي المقربة لها وكتعرف الاسرار ديالها كاملين واحد النهار الاميرة كانت غدا تخرج في نزهة وقالت لزوليخة يرلها معي باش تونسيني زوليخة قاتل لها اليوم انا عيانة شوية وكنفضلنا مقافة الدار باش نسترح شوية الاميرة اللي قاتل لها مشي مشكل بقي استرحي واحد شوية وانا غادي اندي معي واحدة من الخادمات القرية ذاك شي اللي كان الاميرة خرجت للنزهة مع الخادمات دياله زوليخة استغلت هاد الفرصة هذي ديال عدم وجود الاميرة ومشيت لهذيك البلاصة اللي كتخزن فيها المجوهرات دياله وهي تسرق لها واحد الخاتم تمن دياله باهض ودتوا باعتوا وهذيك الفلوس اللي باعت بهم الخاتم والذي كتشري بهم الحويج والمجوهرات ودك شي كامل اللي غادي خصها بلليت قادوا لهذا الفلوس مشات عوتاني لهاذيك الخزنة ديال الاميرة وسرقت منها واحد طوانق ولا زواجات ادتهم باعتهم والفلوس ديالهم شريت بهم عوتاني فساتين ومجوهرات وقعد ذك شي اللي كي خصها وولت كل مرة كتحتاج فيها الفلوس كتمشي الخزنة ديال الاميرة وكتسرق منها ومرة مرة باش ما تعيقش كانت كتمشي حتى للخزنة ديال الملكة وكتسرق منها المجوهرات دياله وكيف كتعرفوا الاميرات والملكات حيث عندهم بزاف ديال المجوهرات ما غاديش يردوا البال لواحد الحاجة واللاجوج لمشت لهم المجوهرات دياله مشت الأمور على هاد الحال وزوليخة بقى العادة هي العادة واحد النهار الاميرة ليلى كانت معروضة لواحد الحفل زيفاف الاميرة ليلى بغت تلبس واحد طوانق باش تحضر بيهم فهذا العرس ماليك تقلب عليهم وسط من المجوهرات ما كتلقاهمش وهي تعيط لخادمة ديالها وسولتهم قالوا لي هولدي هذي طوانق هذا اره ما شفناهم مش وما عرفناش فين كينه وهي تعيط الزوليخ وهي تقول ليها ره الطوانق ديالي اللي كنت حطم على المجوهرات راه ما ملقيته مش زوليخة هي تقول ليها باللهتي اره آخر مرة كنا خرجنا باش تمشي تعومي في الواد كنتي لابساهم ولكن من طلعت من الماء مكانوش فودنيك وغالبا غاد يكونوا ضاعوا منك باللي كنتك تعومي في الواد الأميرة بقى فيها الحال حي تضعوا من هذوك الطوينغات ولا الزواهق ولكن قالت ماشي مشكل مرة أخرى عاود نشري بحاله إيوا هذ المرة فلتات من هالمسخوطة ذي الزوليخ من بعد واحد المدة الأميرة الليلة كتقلب وسط من المجوهرات ديالها على واحد الخاتم عزيز عليها من اللي كتقلب علي حتاوى وسط من المجوهرات ملقاتوش وهي تعيط على زوليخة كتلي الخاتم ديالي اللي كان وسط من هذ المجوهرات في نهوايا زوليخة هي تقول لها باللاتي أنا عاقلة آخر مرة كنتي لابسا في الدك باللي كنتي كتلعبي بالخير ربما منيك تشاد دلجام غدي يكون طاحلك من يدك ولا توضرفش بلاصة الأميرة عيطت لواحد جوج خادمات وقالت لي هم غدا تمشيوا البلاصة اللي في الخيل وغدا تقلبوا تماكينا ربما الخاتم ديالي يكون باقي طيح مشوك يقلبوا ملقوش لي الآثار رجعوا لعند الأميرة وقالوا لي هاودي رمشينا قلبنا على الخاتم وملقيناهاش الأميرة بقى فيها الحال بزاف لأن هذا الخاتم كان عزيز عليها ولكن قالت مشي مشكل ضاع مني ان شاء الله مرة اخرى قد نشري بحاله وعاوة تاني المسخوطة ديال زوليخة فلتت منها بحل الشعر من وسط من العجينة ولكن هاد شي بدك يتكرر بزاف ولت الأميرة فيما تقلب على شي حاجة وسط من المجوهرات ديالا ما كتلقاهاش وزوليخة دائما كتلقاليها طريق وهي توصل لأخبار للملك والملكة موسيقى وهم يبدوا يحضروا كيفاش ما كيفاش ما كيفاش الملكة هي تقول للملكة وددي راح تاني ضاعوا مني شي حويج من المجوهرات ديالي ومعرفت مين هما الملك هو يقول له هذا شي ما شي عادي ومعمره وقع في القصر ديالي وأكيد غدا يكون شي واحد هو اللي يسرق المجوهرات كاملين من القصر وهو يطلق التحريات ديالي وسط من القصر قل البحث عياو ورجعوا للملك وقالوا لي هود دي راح ملقي نتشي واحد اللي قدروا نشكو فيه ونقولوا بالليرا هو اللي يسرق المجوهرات من القصر ولكن حاجة واحدة اللي ردنا لها البال وبنت لنا شي عادية هي زوليخة قالوا لي هود دي هذه البنت غير خادمة وذلك الفلوس اللي كتاخذ من الخدمة ديالها ما كافيهنهاش باش تشري هذوك المجوهرات كاملين اللي كتلبس وذلك الحويج كاملين اللي كتلبس لأنهم غالين وغالين بثاف ونحن عارفين أن والدها حتى هم مناس فقراء وما عندهمش وممكنش لهم يشريوا لها هذوك الحويج كامل هنا هي تنقذ الملكة وقال لي هود دي هذه كرة الخادمة المقربة ديالبنتي الأميرة وممكن أن الأميرة هي اللي كتشري لهذا الحويج كاملين لأنها عزيزة عليها بثاف الملك اقتانع وما اقتانعش بدل جواب اللي قالت للملكة وقال الحراس ديالو عينيكم على هذو الخادمة ومن ذاك النهار زوليخة شدت يديها ومبقت كتصرقت تشيحة جمل المجوهرات اللي كينين في القصر وهكذا عوتاني الخادمة زوليخة كتفلت منها ولكن ماشي دائما كتسلم الجرة مشات ليام وجات ليام وهذا الدوام والدوام كيتقب الرخام زوليخة تقدم لها الفلوس ومبقى عندها بشتري هذو الفساتين والمجوهرات الفاخيرة واحتمل الوليدين ديالهم ساكل اللي كانت تعاونهم بدك شوية الفلوس اللي كانت تعطيهم مبقى تكتعطيهم تشي حاجة وباش هي زعمة تدير العقال وتقول الله ينعى الشيطان وتلبس شي حاجة اللي غدا توتيها لا عامة زادت فيه وبدأتك تفكر عوتاني بشي طريقة اللي غدا تجيب بها الفلوس عشنو غدا تدير ما غدا تدير ولا تكتمشي لعن التجار اللي كانت في السوق وكتتخذ من عندهم التواب تخذ من عندهم الفساتين تخذ من عندهم المجوهرات ومن اللي كتسالي كتقول له مودي هذه الصخرة هذي ردي للأميرة ليلى راه غدا تجي تخلصكم ولا غدا تصفت شي واحد من الخدم هو اللي غدا يجيب لكم الفلوس تجار كيعرفوها بأنها الخادمة المقربة للأميرة ليلى كانوا كي تيقوا فيها وكيعطيوا هذك شي اللي بغات الناس اللي كينين في القصر الخادم والحشم بدو كيلاحظوا عوتاني أن زولي خهد شي اللي كتدير بزاف على أنها غير كتقلد الأميرة وكيفاش هذي البنت هذي كتجيب هذي الفلوس هذي كاملين باش تشري هذي المجوهرات وهذي الفساتين وهذي الباس هذي كامل وعارفين بأنها ذك شي اللي كتاخد وهنا بدو العينين كيتحطوا على الزوليخة وعلى التصرفات ديالها واحد النهار الأب الأم ذي الزوليخة غادي يجيو يطلو على بنتهم وشوفوا علش مبقى شكتجي عندهم ومبقى شكتعونهم بل اللي جاو غدا تتلقى لهم الكبيرة ديال الخدم قتليهم اشنوح بالخاطر كانوا له هذي راح نجينا نشوف بنتنا علش مبقى شكتجي عندنا وعلش مبقى شكتعوننا وحنا ناس فقراء ومعدناش وذلك شي اللي كانت تعاوننا به را كنا نقضيه بيه بزاف ديال الحويش كبيرة الخدم قتليهم مودي زوليخة راما كيناش راح خارج مع الأميرة ليلى في واحد النزهة راح مني غدا ترجع غدا نهضر معاها وغدا نقول لها هاد شي كامل اللي قلتوا ليها وهي تجبد واحد شوية الفلوس ودورت معاهم وقتليهم الله يسهل عليكم من اللي رجعت زوليخة من النزهة مع الأميرة كبيرة الخدم عيطت عليها وقاتلي هار الوالدين ديالك كانوا هنا وهشنو قاروليها وهشنو قاروليها وهشنو قاروليها وهشنو قاروليها زوليخة هي تقول لي هلا را غير مع الخدمة وعندي بزاف ديال الشغالات وحتى الفلوس ما عنديش بزاف ذكشي علش ممقاش قادم مشي لعندهم كبيرة الخدم هاد الجواب اللي جاوبت زوليخة ما حجبهاش ومدخلش لها لرأسة وحتى هي بداتك تشك في أشي شوية ومشت قالت هل المالك؟ المالك هو يقول لكبيرة الخدم حتى انتي عينك عليها حتى نعرفه شنو تحت من رأسة واحد من نهار الأميرة مشت باش تسوق او مدتش معها زوليخة مالذي دخلت الوحد المحل للتواب والفاساتين مشرت منه ذك الشي اللي بغت وخلصته وتمت غدا خرجه في حاله وعيت علام المحل قل اسمحي لي يا مولتي الأميرة راه واحد الفلوس ذلك الشي اللي كنت سفت لي مع زوليخة راه ما زل ما تخوص أميرة قلت لي هنا ما عمرني سفت زوليخة قلت لا تقديلي شي حاجة او نجيبها معايا قلت لي هاو الدلة راه زوليخة قلت لي عندنا اللي هنا ما حال من مرة واخدت من عندنا التواب واخدت من عندنا الفاساتين وقلت لي نابل يرام لماذا ستأتي الأميرة ستتخلصكم او ستستفت لكم الفلوس مع شي واحد الأميرة استغربت شي شوية وقلت لي المل المحل انا ما غديش نكذبك وعطت لي المستحقات دياله وقلت لي السلام عليكم ومشت في حالات ومشت للمحل المجوهرات حتى اخدت منه ذلك الشي اللي بغات خلصت تمت غدا خرجه بحاله وعيت علامه المحل اشكين مكين قلت لي هاو دي اراه ذلك الشي اللي اكتسفت تعليم مع زوليخة اراه مازل ما تخلص ايش موانا ما عمر لي سيفت زوليخة تشري لي شي شي حاجة من المجوهرات قلت لي هاو دي زوليخة تل هنا شحان من مرة واخدت بزاف ديال المجوهرات وكتقول لي نا ارغدا جي الأميرة تخلصكم او اللي غدا تصفت شي واحد من القصر هو اللي غدا يخلصكم الأميرة عوتاني تعجبت من هاد الشي هذا اللي كيقولوا ليها جبدت الفلوس خلصاته وزادت في حالاته والمحل اللي مشيت ليه كيقول ليها نفس الهاترة هنا الأميرة زاد مع ها الزيد وبدتك تقول هاد الشي هذا مش هو هادك من اللي وصلت للقصر وعيطت على زوليخة وقالت ليها اش من عام انا قتلك سيلي تقديلي ها المجوهرات ولا التواب ولا اي حاشة زوليخة تزاد مع ها الزيد وبدتك تصفر وتخضر واحد شوية هي تبدأت بكي قلت له الأميرة علش كاتبكي جوبيني على السؤال اللي سوالتك قلت له ودي غير سمحي ليها رأي بغيت نشري شي حويجات وما كانش عندي الفلوس ودرت هاد الغالط هادا وهادي هي اللولة وهي اللخرى وهالعار ما تقوليش هاد الهطرة هادي الملك والمالكة الأميرة ليلى كانت عزيزة على ذيك المسخوطة وما غاديش نقول ها الملك ولا الملكة وحتى هادي زوليخة فلتت منها كما كتفلة المدرأ من يد الفلاح سيري ايام وجي ايام والرحالة حط الخيام والسلوك يصيد الحمام وتنعيد القمقوم فيها مصيرتي ايام وزوليخة ما بغت تدير عقل ولا دار التخمام وما حدها غادة وكتزيد في الهبال ديالها وهذا الشي اللي غتتدير ما يصدقوا عقل لك شعلاش بغيت نقولك كمّل معايا مجتفهم وما زال لايك للفيديو كيف تتسنى هل تضع لايك او إعجاب للفيديو وملي تسالي خلي واحد تعليق ولكن انت ما زال لا تابونيش في القناة تابوني ومرحبا بك بل باشوشين الأميرة ليلى كانوا يأتيوا عندها الكثير من الخطاب كي يطلبوها للزواج وكلهم كانوا يتغرموا بها وبالجمالها وحتى بالأخلاق ولكن الأميرة ليلى كانت ترفض الزواج منهم وكتقول باللباقة صغيرة وما كتفكرش في الزواج والنهار اللي غدا تبغين تزوج هي اللي غدا تختار العريس اللباخ والأغلبية دي العرسان اللي كانوا يتقدموا لها كلهم من الأمراء والأغنياء والأعيان دي البلاد وزوليخة من اللي كانت تشوفها كترد العرسان هذو كامنين الداخل ديالها كانت يغلي بالحقد وبالغيرة واحتى بالغرور وكتقول مع رأسا لو كان شافوني أنا سيختاروني أنا وما غيختاروش الأميرة واحد النهار سيجر القصد للقصر وسيقول لهم بل الأمير الفلان الفلاني سيأتي الوالدين لكي يخطبوا الأميرة وقال لهم بل هذا الأمير سيقوم بعمروا ما شاف الأميرة ليلة ولكن سمع على الزين وعلى الأخلاق ذلك ماذا يريد أن يشوفها لأول مرة وإلى عجباته أعجبها وتفاهموا ستزوج بها زوليخة من اللي سمعت هذا الخبار قالت هذه هي المناسبة اللي نضرب فيها ضربتي ونعيش العيشة اللي كنت مناها وكنت سنناها وهذه الأميرة هذه اللي دافع كبير أنا أحق منها بهذه العريس هذا اللي غديجي لها مشت عيطت على واحد الخادمة وغراتها بالفلوس وقالت لها غتقلب لي على شيء منوم باش نعسبيه الأميرة فعلا هذه الخادمة مشتقلبت لي على واحد المنوم وجابت لها ودورت معها مزيان ومشت في حالاتها من بعد واحد لمدة هذيك الخادمة تندم معها الحال على ذلك الشي اللي دارت وهزتها سخونة ومشت قالتها لكبيرة الخدم وقالت لها ودي هالكين وهالكين 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 كبيرة الخدم قالت لهذيك الخادمة مزيان من اللي جيت يعوتي لي هادشي وما تخافي والو ونهار غدي نحتاجك غدي نعيط عليك من اللي وصل النهار اللي غديجي فيه الأمير باش يخطب الأميرة للمسخوطة ذي الزوليخة خذت هذك المنوم وعطعته للأميرة ليلى وخلتها حتى نعسات ودخلتها للبيت وسدت عليها وخذت واحد من الفساتين ديالها ولبساته من اللي وصل الأمير والعائلة دياله استقبلهم الملك والملك من اللي قلتوا كي يهضروا مع بعضياتهم ورحبوا بهم الملك هو يقول الأمير إذا بغيتي تشوف الأميرة سير لعندها الجنح ديالها رغدا تكون في الحديقة قلت معاها وقدر معاها إلى عجباتكم عجبتيها واتفقتوا مرحبا ما نزيدكم غير الخير هذا الشيء الذي كان الأمير ليش للجناح اللي فيه الأميرة ليلى وماذا سيخرج له غدا تخرج لعنده زوليخ الأمير ما عمره ما شاف الأميرة ليلى كيف جديرة ولكن غير سامع لها وعلى الزين دياله من اللي خرجت لعنده الخادمة زوليخة عجباته لأنها حتى هي كانت فعلا زوينة وهو عرض عليها الزواج وقال لها واش توافقي أنك تزوجي بيها الخادمة اللي مثل الدور للأميرة قلت لي أنا موافقة نزوج بك الأمير رجع لعند الوليدين دياله والملك والملكة وقال له مودي ارى أنا مشيتشت الأميرة وراها عجباتني وحتى أنا عجبتها وهدرت معها ووافقت أنها تزوج بيها ودابا خصنا غير نحضر الموعدة العرس ونتفاهمه في التفاصيل الأخرى للصداق فعلا حدوا الموعدة العرس وتفاهموا على الصداق والأمور الأخرى ونرى حالاتهم الملك والملكة استغربوا نوعا ما من القرار لبنتهم الأميرة ليلى لماذا؟ لأنها دائما كانت كثرة في الزواج بذعوة أنها بقى صغيرة ولم تفكر في الزواج لماذا؟ لماذا؟ الملك مشى الجناح الذي كان فيه الأميرة كي يسوّلها ويهدر معها في التفاصيل من الوصل للجناح الذي فيه الأميرة تلقى بزوليخة وقال لها ودرها الأميرة ناسا الملك قال ماذا؟ كيف سوف تهدر مع الأميرة على الزواج وسوف توافق عليه وسوف ترجع الناس قال أخا أنا قليلا ومليت أمها وهي تبلي زوليخة لابسة واحد الفستان للأميرة دخلوا الشكل قليلا وقال مئة في المئة القضية فيها ملي عود أرجع وهو يسوّلها وقال لها وقال لها رفاقة وكتسنها فيك بل يدخل لها زوليخة حتى يدخلت معه ويقول لها الملك غدا تخرجي خليني نهضر مع بنتي شيء مهم بينه وبينه خرجت زوليخة وسدت الباب وبقى الملك هو الأميرة بنته وهو يقول لها مبروك على بنتي وآخيرا غدا تزوجي وغدا نفرحه بك الأميرة هي تقول لي ما زواج هذا الذي تهضر عليه قال لي هيا الله واحد شوية هذا جاء عندك الأمير وتفهمت انتي وياه وعجبك وعجبتي واتفقته على الزواج وقلت لي يصير عند الوليد لي باش تفهموا على صداقه الأمور قال لي هنا مجا عندي أمير ومجا احتشي وحطلبني الزواج وفوق من هذا الشيء كامل انت عارف أن هذه الساعة أنا ما كان فكرش في الزواج وأصلا أنا كنت نعسى ويلا فقت من نعسى الملك دخلوا الشك من هذه الجواب اللي جاوبة الأميرة وهي تقول فراسه طن قال هذا الخادمة زوليخة عندها يدفت الشهادة كامل وهو يعيط عليها ووقفها قدامه ويقول لها سنسولك وجوبيني بصراحة قلت لي زوليخة تسويني قال لي كيف أعطيتي لبنتي حتى نعسى في هذا الوقت هذه اللي جوا فيها الخطاب كي يخطبوا فيها ولماذا قلت لي بصراحة نعسى كنتي لابسة واحد من الفساتين من الأميرة ووشنتي اللي ارتراسك هي الأميرة ليلة وقلت لي موافقة على الزواج زوليخة هي تضربة وقلت لي هذا الشيء كامل لا أعطي والفستة التي كنت لابسة غير أعجبني أريد أن نقيسه أردته الملك يقول لها بصراحة بصراحة وقلت نعسى ما تلقت مع الأمير معا منذ هذا الأمير هذا واذا كنت شاف في هذا القصر قولي الحقيقة حسن لك قبل أن نعيط على الحراس ادوك للسجن الخادمة زوليخة بقت ناكرة وما بغا تتعرف من الملك وبنته الأميرة وزوليخة يهضرون الداخل الخادمة التي كانت تافقت مع زوليخة كانت طالقة ودنيها وراء الباب وتسمع ما هو واقع وهي تجريل عند كبيرة الخدم وقلت لها ما هو واقع وما هو واقع وما هو واقع كبيرة الخدم لم تكن من العاكزين لم تكن تجري الجناح الأميرة وبدأت تدق عليهم في الباب بدأت على الباب ودخلات قال لها ماذا أريد؟ قال لي سيد الملك أنا عندي جواب قال لي ماذا أريد أن تقولي؟ قال لي الخادمة زوليخة ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ لك 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 الخادمة التي اتفقت معها لتجيب لي المنوم هيا وراء الباب عيط عليها وسؤولها وراء ما ستقول لك وهو يقول لها دخلي لي الخادمة حتى نرى دخلت لها قال لي قولي الحقيقة وإذا كذبتي رغضي ندخلك للسجن قال لي سيد الملك هالكين وهالكين 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 الأميرة من اللي سمعت ذلك والخادمة اللي كانت معها رجعت السين وتفكرت هذه التصرفات اللي كانت تكدير كاملين زوليخة وهي تقول لها لكي نزيدك هذه زوليخة هاذا كيف تدرت لي مع التجار وكيف تدرت لي وكيف تدرت لي ومن اللي طلبت مني لكي لا نقول لك كان يحساب لي غير خايفة منك لتجري عليها ولكن هذا الشي كامل تحت من راسها وأنا لم أكن عارفة كيف أكدير الملك وهو يتلفتل عن زوليخة وهو يقول لها أشنك تقولي فهذه الهضرة كاملة اللي سمعت زوليخة السجعة تجمع عليها الزويل ديالها كاملين في مرة واحدة وليس عارفة لا تكذب على هذه ولا هذه ولا هذه وهي تقول لي فعلا هذا الشي اللي قالت الأميرة والذي قالت كبيرة الخدمة وهذه الخادمة صحيحة واحتدوا كل مجوهرات التي تسرقوا الأميرة وتسرقوا الملكة أنا اللي كنت سرقتهم وأنا دابا نادم على هذا الشي كامل هذا اللي درت وأنا بني أدركهم ديروا فيها ما أريده الملك ما كان من العاكزين عيت على الحراس وقال ليهم ادوها للسجن حتى يحكم عليها القاضي بهذا الشي كامل هذا اللي درت زوليخة عندما مات على التصرف هذا اللي درت وبقت كتطلب في الأميرة وكتطلب في الملك ولكن الملك كان صاري معاها وقال ليها من اللي سمحتين لنفسك أنك تدير هذا الشي هذا تقدر يغدى ولا بعد غدى تصفيها البنتي كي تأخذ لديك شي ديالها وتولي بحالها من بعد واحدة المدة قصيرة دازت لعند القاضي وحكم عليها بالسجن للمدة طويلة دازت ليام والسنين والأعوام زوليخة كملت المدة السجنية اللي كانوا حكم عليها بها من اللي خرجت من السجن لقات رأسها تعلمت بالزاف ديال الدروس وأول درس تعلمته هي أنها لا تبقى تقارن رأسها بالناس خرين وخاصة لكى المستوى المعيشي ديالهم كبير من المستوى ديالهم وهذا شيء ما تعنيش أن الإنسان مخصوش يكون طاموح ويبقى يشوف دائماً قدام رجله بالعكس الإنسان يجب دائماً يفكر أنه يطور رأسه ويحسن من المستوى دياله بطرق مشروعة ويقدر نفسه ويعرف أن يحط رجله ويمشي خطوة بخطوة وما يكلفش نفسه فوق منطقة دياله وهذه الحكاية ستجرنا الواحد الواقع كنعيشها اليوم والذي هو هذا ما يشوفون البنات والولاد في مواقع التواصل الاجتماعي لماذا؟ لأنني كنشوف بزاف دين الناس كيتأثروا باستخدام الكثير من المواقع التواصل الاجتماعي وما يشوف هاد المؤثرين غير كيلعبوا بالفلوس هما مصافرين هنا هما معشين هما مغدين هما ويتبلغوا يسولوا فنفسهم ويقولوا لماذا أنا لم تشبه لهذا السيد هذه ولكن الحقيقة راكما عندها شيء علاقة بدك شيعرك يتشوف بعينك ويأنا قدامك جاي من ذاك العالم لكي يقول لك أن ذاك شيعرك يتشوف لا يكون له حقيقة والناس الذين لديهم الفلوس وهذا ما يريه حقيقي النسبة لهم لا تتعدى 40-50% أما هذا الشيء الآخر فغالبا ما تكون كذوب أو تسويق الوحد الحاجة سيبيع لك من بعد من اللي ستشوف هذا الشيء الذي يريك أو في الغالب تكون كولابوغاسيون أو إشهار كتكون مع واحد الشركة أو مع واحد المطعم أو مع واحد الجهة معينة وهذا الشيء لا نقول لك أنه عيب وإنما خصك تعرف أن هذا الشيء كامل رماشي هي الحقيقة اللي كتعيش أنت يوميا في الحياة ديالك فما تجيش أنت أخويا والأختي وتكلف الأب ديالك ولا الزوج ديالك ولا الأخ ديالك فوق من الطاقة دياله علاش لأنك بغي تكون كتشباه لهذا المؤتر ولا لهذا المؤتر وهذا الشيء وصل بزافة العائلات أنها تشتت علاش لأنه ما كيش دك الوعي الكامل بدك شي اللي كيشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي وما تقدرش يفرقوا ما بالحقيقة وما بالإشهارات وهذا الشيء الأخرى اللي كيشوفه واللي غد يحمق نكتر هو بزاف ديال الشباب سواء البنات ولا من الولاد ولاات الأمنية ديالهم هم يوليوا انفليونسر ويقول المستعد أن يسمح في القراءة دياله في تعلم دياله باش يولي انفليونسر وهذا الشيء اللي كيخلينا نشوفه بزاف ديال النماذج اللي كيناع لمواقع التواصل الاجتماعي واللي كيبيين المستوى ديال الوعي ديالهم وشن قادرين يديروه مقابل أنهم يكونوا ديزان فيليونسر ويجيبوا الفلوس وهنا كنوصلوا لنهاية ديال الحكاية ديالنا وكنتمنى أنها تكون عجبتك وتكون ستفتي بالمعاني دياله ودابا سننجزوا الجواب على الحجاية ديال الحلقة اللي فزت واللي كان في الصراحة جواب سهل والأغلبية ديالكم جوابوا الجواب صحيح والجواب كان هو الخيمة وبالمناسبة الفيديو اللي حتى تسمعنا اللي فاتت ما شافوش بزاف ديالناس لأن التوقيت ديال الرمضان كل شي كيتخرب ودك شي علاش ابتداء ان شاء الله من الأسبوع الجاي غادي نرجع نحط في التوقيت الأقديم اللي كانت نحط فيه واللي هو تسعود بتوقيت المغرب واللي ما زال ما شافش الفيديو أنا غنخلي لك الرابط ديالوه فأول تعليق دخول تفرج فيه أما اليوم الصراحة ما عندي احتشح الجاية اللي غادي نخلى لكم ولكن غادي نخلى لكم واحد السؤال واش كتشوفو أنه من الصواب فبحل هذه المناسبات ديال العيد الفطر ولا عيد الأضحاء نعيطه في تليفو لعائلات ديالنا باش نسولوا عليهم ولا نصفطو غير تصويرا بحال كما كان نصفطوها لأي واحد من الناس اللي كان عارف باش تجاوبوني على هذا السؤال هبطل قسم التعليقات وخليوا لي الجواب ديالكم وما تنسوش من طابعة الحال لايك الفيديو وخليوا لنا شيء تعليق زويد يكون بحالكم وبارتاجي مع العائلة ومع الأصدقاء وكان هذا كل شيء اليوم تهلوا لي في رأسكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفي حجية جديدة والسلام عليكم إذا وصلت احتل هنا وتفرجتي في الفيديو كامل بالصحة والراحة وتقدر تشوف يا هذا الفيديو هذا ولا هذا الفيديو هذا ولكن انت ما زال ما مشتركش في القناة تقدر تشترك من هنا اشتركوا في القناة